بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الحاج عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم أول الكلام على قوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقلنا إن هذا يدل على وجوب اتباع دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن من بقي على دين سابق فإنه ليس هو دين الله عز وجل لأن الدين بعد النسخ لا يكون دينا لله وإنما يكون دين الله هو الدين الناسخ وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال سبحانه وتعالى فلن يقبل منه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما أمر به وشرعه لعباده والله لم يأمر بالبقى على الدين المنسوخ بل أمر بالانتقال إلى الدين الناسخ وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم فمن بقي على اليهودية أو على النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل منه وأيضا هو في الآخرة من الخاسرين لأنه يموت على غير دين ومن مات على غير دين صحيح فإنه يكون خاسرا يوم القيامة لأنه يكون من أهل النار فيخسر الجنة ويخسر الحياة الطيبة ويخسر النعيم ويكون من أهل النار لأنه مات على غير دين وعلى غير ملة الله سبحانه وتعالى التي شرعها لعباده فيوخذ من هذه الآية الكريمة أحكام كثيرة أولا يوخذ منها تعريف الإسلام وأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بتوحيده وطاعته والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام ويوخذ من الآية بطلان جميع الأديان مع دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بطلانها بعدما نسخت بعدما نسخت فإنه لا يجوز العمل بالمنسوخ لأنه عمل بشرع قد انتهى وقته فيكون من بقي عليه يكون على غير دين ويوخذ من الآية الكريمة أنه يجب على أهل الكتاب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن دينه هو الإسلام أما ما عدا دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصبح ولم يعد إسلاما لأنه نسخ وانتهى وقته وأمر جميع أهل الأرض باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويوخذ من الآية أن من مات على غير الإسلام فهو من أهل النار لأن الله جل وعلا قال فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقد قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصاه وقال عن النار وعدت للكافرين فمن يريد النجاة في الآخرة فإنه يتمسك بهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويوخذ من الآية رد جميع البدع والمحدثات لأنها ليست من دين الإسلام وإن كان صاحبها يزعم أنه يتقرب إلى الله وأنه على طاعة وأنه يريد الخير فإن تعبده بالبدع والمحدثات يجعله في الآخرة من الخاسرين لأنه على غير دين قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأصحاب البدع يتفاوتون في بعدهم عن هذا الدين خروجهم منه فمنهم من يخرج من الدين نهائيا إذا كانت بدعته مكفرة كبدعة عبادة القبور والأضرحة والذبح لغير الله والنذر لغير الله إن هذه بدعة مكفرة مخرجة من الملة لأنها شرك بالله عز وجل وأما إذا كانت البدعة لا تقتضي الردة فإنها تكون ضلالة تكون ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة فهذا ينقص إيمانه ويبعد عن الدين بقدر بدعته لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخلود في النار وإن كانت البدع البدع كما يقول أهل العلم بريد للكفر فهي تجر صاحبها شيئا فشيئا إلى أن يخرج من دين الإسلام ننتقل إلى قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين قوله تعالى كيف يهدي الله هذا استبعاد هذا استبعاد من الله سبحانه وتعالى لحصول الهداية لقوم عرفوا الحق ولكنهم أبوا يتبعوه فهؤلاء يعاقبهم الله جل وعلا بحرمانهم من الحق واتباع الحق عقوبة لهم كما قال سبحانه ونقلب وافئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وهنا يقول جل وعلا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم يعني عرفوا الحق وصدقوا أنه من عند الله ثم إنهم كفروا به من أجل الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل الكبر فإن اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه رسول الله ولكن منعهم الحسد لأن محمد صلى الله عليه وسلم من العرب وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وشهدوا أن الرسول حق شهدوا أن محمد صلى الله عليه وسلم حق بما عندهم من أوصافه وأخباره في كتابهم الذي معهم فهم يعرفونهم عرفة تامة كما يعرفون أبناءهم فهم شهدوا بقلوبهم أنه رسول الله وعرفوا ذلك ولكنهم أنكروا بألسنتهم شهدوا أن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات أي لأدلة الواضحة على صدق هذا الرسول فهم توفرت لهم دواعي الإيمان أن الله أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم في كتابهم وبيّن لهم في كتاب في القرآن أيضا الذي هو من عند الله بيّن لهم صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى شهدوهم في قرارة أنفسهم على أن هذا هو الرسول الموعود في آخر الزمان ولكنهم تركوا اتباعه تكبّرا وعنادا نسأل الله العافية وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر